أهلاً بكم أستاذنا كريستوف ليكسنبرغ وأبونا شمعون دانيال شمعون لنقرأ سوية القرآن بقراءة سريانية وفقاً لأستاذنا كريستوف ليكسنبرغ الآن عندنا صورة الشرح وهي عدد آياتها ثمانية وهي مكية وهي مكية طيب وعددها 12 بالتسلسل التاريخي و94 بالتسلسل الاعتيالي الآية الأولى تقول ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك هنا قراءة نشرحة ألم نشرحة بدل ألم نشرح أنا ما عنديش ملاحظات أخرى على هذه الآية هل عندك ملاحظة أستاذنا ليكسنبرغ؟ لا نفس التعبير دارج حتى في يومنا شرح بمعنى وسع أفرح أشرح له صدرك يعني أزال عنه الغم والحزن هذا الشرح صدرك أزال الغم أزال الغم طيب ووضعنا عنك وزرك الكراءة مختلفة أعطيكم الكراءة وحللنا عنك وزرك أو وحططنا عنك وزرك وبدل وزرك قرية ويكرقة ويكرقة أنا ما خصني هذا معروف كلمة وزر بس هنا هذه الكراءة مختلفة تبرية للذن ما أذكرها هل عندك لحظة؟ لكن كيف شرحوا ويكرقة؟ هي الكراءات المختلفة لا تشرح عامة ما عندنا شرح ويكرقة ربما هناك فعل ويكر بس أنا ما عندي ما بحث فيه لأنني أنا فقط أذكر هذه الطبعة الوحيدة التي تذكر الكراءات المختلفة ولكن لا يمكن أنا أتأخر لأن أشرح لكل كلمة تعرف أستاذ فرانسوا داروش هذا المتخصص بالقرآن شو اسمه الفرنسي؟ نعم داروش أيوة قال هذا ترجمتك ممكن تقول خمس مجلدات كنت له من يقرأها بعدين؟ من يقرأها؟ أنا مبدأي أن الكتاب يضع تحت الأبط نعم إذا زاد عن الأبط معناته لا يقرأ هذا صحيح فأنا بأعملها بالمختصر ولهذا غايتي أنا من طبعة هاي أنه أنا بأخذ زبدة كلامك عن كل آية ممكن تعمل مقال 20 صباحة بس ما حد يقرأ ما حد يقرأ أعمل فيعني إحنا بناخذ زبدة كلامك الأهم خير الكلام ما قل ودل صحيح هل عندك أنت ملاحظة على هذه الآية يا سيدي؟ لا مفهم صحيح وضع بمعنى حطة يعني حطة وحللنا وحططنا عنك وزر طيب بمعنى الثقل يعني الحمل الوزر الوزر أو الخطيئة كمان تفهم أيضا بمعنى الخطيئة بس هنا وزرك يعني حملك أيوة الآية الثالثة الذي أنقض أنقض ظهرك كيف تفهم أنقض يعني كسر ظهرك أنقض يعني كسر يعني هذا ما ظهرك ما هو بنقول الأنقاض أنقاض البيت يعني المهدم طبعا درجة هذه القراءة الخاطئة باللغة فأصبحت الأنقاض طبعا ما ينتج عن الهدم طيب وإنت شو رايق يا سيدي؟ إذا واحد حمل حمل على ظهره كيف يكون شكل الظهر؟ محدب هذا هو هذا عين الصواب أيوة فإذا لا تقرأ أنقض وإنما في مقال كتبت كمان أنه بالأبجادية السوريانية حرف النون والعين في المخطوطات قريبا بعضها فعسب إذا واحد كاتب النون شوي أطول يقرأوا عين والعكس يفكرها نون تشوف كيف وارد في القرآن عدة مرات نعم فإذا هنا أبضاء ما 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 كو ضرورة يعني ما في ضرورة للنقطة على الصات هذه زادوها في مرحلة الرابعة فكيف أنت بتكرها يا سيدي والنون علينا إزالة النون من الحرف فتصبح يصبح الكرسي شكله شكل العين السوريانية فنقرأها الذي أعقص مثل أعكس يعني أحنى ظهرك وليس أنقض أعقص أحنى أعقص نعم أعقص عنا عقص وعكس لنفس المعامل أعقص أحنى يعني خطأ خطأ في التنقيد ليس فقط في التنقيد عنا كمان من الكرشوني حف العين اعتبروا نون آها أيها طي فهل فهمت الكرشوني الكرشوني مشكلة الكرشوني منيح الكرشوني خلط بين الأحرف خلط في الأحرف نعم حلو جدا ما ذكرت ما عنا مخطوط لانبرهن الكتابة ولكن التحليل اللغوي يبين لنا هذه الكتابة الذي أعقص أو أعقص الذي أعقص ظهرك وليس الذي أنقض أعقص أحنى هل لها كلمة سوريانية لا موجودة بالسورياني وبالعربي وهي موجودة بالسورياني كمان وتعني بمعنى عكس عقص عقص لها غير معاني سوف نأتي على ذكرها فيما بعد بالمعنى المجازي مثلا ليغمز بعينه سموها كمان عقص طيب هل الآية الرابعة ورفعنا لك ذكرك ورفعنا يعني العربيا ما فيها مشكلة طيب حلو ما فيها مشكلة فإن مع العسري يسرى قريات العسري يسرى هكذا قريات مش يسرى يسرى بدل السكون وضعت الضمة فإن مع العسري يسرى هل عندك ملاحظة عليها أستاذنا الفاضل أنا أعتقد عربيا كمان واضحة واضحة طيب والآية اللي بعدها السادسة إن مع العسري يسرى على فكرة في قراءة مختلفة حذفتها في قراءة مختلفة حذفت هذه الآية لأن اعتبرتها تقرير وهي ما هو في الأول قل فإن مع العسري يسرى إن مع العسري يسرى الآية السادسة في قراءة حذفتها هذا هذا اللي عندي أنا ما عنديش أنا أنا أنقل أيوة حضفت هذه الآية طيب الآية السابعة فإذا فرقت فانصب هذه عليها مشاكل الله أستاذ نالكسنبرغ مشاكل الله واللي فيها فهم عليك حاولت ألا قيلها يعني معنى سريع معقول ما نجحت أنا 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 عطيت عطيت التفسير تعونها عطيت فإذا فرقت فانصب نعم كلمة فانصب قراءة أولا فرقت القراءة في القرآن فإذا فرقت فانصب قرية فإذا فرقت أيوة و فانصب قرية فانصب أو فانصب أنا أقرأ فانصب من فانصب طيب فانصب ماذا فهمت بمعنى فانصب معناته هنا جد وتعب جد وتعب أيوة أنا لا أرى هذا المعنى لكن بالأحرى فانصب يعني قام للصلاة طيب أنا أقول لك كيف قرية وبعدين أنت حر فيها أيوة قرية فانصب جد وتعب واعتبرت ناقصة شوف شو قاله هذا جلالين بيقوله مو أنا فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء والمنتخب تاعي الأزر تقول فإذا فرغت من أمر الدعوة ومقتضيات الجهاد فاجتهد في العبادة وتعب نفسك والشيعة قالت غير شي فإذا فرغت من نبوتك فانصب خليفتك يعني عين علي خليفة لك فهم علي وقد فسرها القم إذا فرغت من حجة الوداع فانصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هكذا فهمت وعند الشيعة أبي عبد الله يعني أبو جعفر جعفر السابق كان النبي حاجا فنزلت فإذا فرغت من حجتك فانصب علي للناس يا هيك أنا بقول لك يعني هذه الآية وجعت رأس القل لأنه لأنه مش واضح أصبح الباب مفتوح لجميع كل هذه التفاسير فهمت واضح كلامك سليم كلامك سليم بس أنا تبرئ للذن ما ذكرت كل المصادر وموية واحد موية واحد لا بس موية موية انتبه أنه هنا هنا المنتخب هذا هذا الأظهر والجللين هذا مفهوم والقراءة القمة هذا معتمر عندي الشيعة فهذا يبين أنه الآية غير واضحة والقراءات المختلفة تبين أنها غير فاضحة أيوة فأنت إزاي تكرهها يا سيدي إنت شو حاولتك إنت ما لقيت غير معنى الفارغ بها رغى لأن فراع سوريانيا له غير معنى فراع دي معنى أيوة فانصب فانصب شو فيه امتهى بمعنى انتصب وممكن سوريانيا المحاولة الوحيدة هي صبا لكن ما بتجي بالنون وانصب فانصب ممكن أيضا قراءة وانصط انصط نحن نتركها ما هي واضحة واضحة إنها مشكل عندها مشاكل ما عندي حل واضح بالحقيقة ما في حل ما في حل الله بعين الله بعين الله يعين طبعا الله يعين لو الله يعين ما انت شايف المفسرين كيف يختاره في الأمر طبعا لأنه مش مفهومة وأستاذ الفاضل شوف شوف هنا ساكلوا التلفونات أرجوكم الله يساعدنا الله يساعد التلفونات علينا أيوة شوف أنا في كتابي طبعتي العربية وضعت ثلاث نقط ثلاث نقط بين معكوفين وهذا ما يسمى عند المفسرين الحذف والتقدير يعني اعتبروا أنه هذه الآية فيها يعني مثل ما يسموها المعروفة الرصافي من المعميات نعم من المعميات هو الرصافي يقول يقول إذا أردنا أن نلقب القرآن بلقب فنفس نقول هو كتاب المعميات يعني جزئية مش كله ما هو قال هيك هو قال هيك يعني أنه حاجي وكمان يسميها حاجي يعني احذر حاجيات 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 هنا الآية الثامية تقول وإلى ربك فرغب وإلى ربك فرغب هناك قراءة مختلفة فرغب وغيرها ما فيش غيرها ما فيش غيرها أيوة 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 هل وإلى ربك فرغب 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 يعني هاي مبهمة وإلى ربك فرغب يعني يعني أقرب شيء للفهم هو تضرع تضرع إلى أرغب يعني ارغب الله بمعنى تضرع إلى فرغب يعني تضرع بمعنى تضرع هل السورياني يساعدنا على الفهم إلا هو رغبة سوريانيا دي معنى ما عارف كيف نترجمها في أفعال سوريانية تعطي المعنى أي الميل أو إلى إلى الله بمعنى الرغبة أبونا أيها هل عندك النباح ما حلم نقول الرغبة يعني الميل إلى نعم طبعا هذا يتوقو يشتهي يتوقو ممكن نعم يتوقو 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 ترك ترك يتوقو 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 تضرع أمني يلا يتوقو أو تضرع يتوق يتوق شكرا أنا عقلي طاق يمانا يشتاق الشوق يتوقو أيوة معناته يشتاق يشتاق يلا حلو جدا إحنا انتهينا إذن من هذه الصورة القصيرة التي تسمى إذن صورة الشرح وسنلتقل إلى الصورة القادمة سوف نوقف التسجيل لنلتقل إلى صورة العصر بعد ذلك بعد ذلك سوف أعطيكم دقيقة وحدي ونرجع للتسجيل